موسيقى اقامت مدرسة في بلجيكا حفلة خرج غريب وغير مألوف لطلابها في المرحلة الثانوية واراد القائمون على المدرسة تعويذ الطلاب الذين عاشوا عاما غير اعتياديا خلال ازمة كورونا وابتعدوا لفترة طويلة عن المدرسة وحرموا من كل الاحداث التي يعيشها طلاب الثانوية عادة من حفلات ورحلات في اخر سنة المدرسية لكن مع الحفاظ على سلامة الجميع في الوقت نفسه موسيقى الترفيه والتمتو بمشاهدة فيلم على شاشة عملاقة وانت في سيارتك فكرة ليست بالجديدة تم تجسيدها في ملعب سوباولو البرازيلي لكرة القدم في واحدة من برامجية الترفيه التي تسعى الى تعديز الروح المعنوية للبرازيليين حيث يواجهون ازمة امتشار كوفيد ناينتين الذي حصد خمسة وخمسين الف شخص وتم التغطية ملعب نادي بالميراس وتجهيزه وتركيب التجهيزات لاستقبال اكثر من ثلاثمائة سيارة حيث يحتوي البرنامج السينمائي على عروض افلام كلاسيكية كوميديا ومسرحية للاطفال قالت سلطة مينمار انها دمرت كمية محجوزة من المخدرات تزيد قيمتها عن 839 مليون دولار وذلك في الذكرى السنوية ضد التعاطي ومكافحة الاتجار بالممنوعات حيث يعد البلد مصدرا رئيسيا لانتاج المخدرات في شرق وجنوب شرق اسيا وتم تجميع مخزون هائل من المواد المخدرة في العاصمة يانغونة ثم تم احرقها حيث يحتوي المخزون على الافيون والهيروين والمرخوانا والكتامين اكد برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة ان السوريون يواجهون ازمة جوع غير مسبقة مع وصول التضخم الى مستويات غير متوقعة حتى في ذروة الصراع المستمرة منذ تسعة سنوات مؤكدين ان ملايين الاشخاص ينحدرون اكثر فاكثر نحو الفقرة حيث اشارت المتحدثة باسم البرنامج ان سعر سلة الغذاء الاساسية التي كلفت 4000 ليرة سورية قبل النزاء تكلف الان 76000 ليرة وهو ما اضطر العائلة السورية الى خفض وجفات الطعام مثلت دور الرعاية في انحاء اوروبا بؤرا لوباء كوفيد 19 ما دفع بالمسؤولين الى التفكير في استخدام روبوت الاشعة فوق البنفسجية ليساعد في انقاذ حياة الناس من خلال تعقيم غرفهم حيث يبلغ سعر الجهاز 60 الف يورو هذا وتمكن الاشعة فوق البنفسجية من القضاء على الجراثم والبكتيريا وهذه التقنية قديمة بنحو قرن من الزمن لكنها كانت ثابتة تم انقاذ نحو 100 شخص من مسلمي الروهينغا الراغبين في اللجوء الى اندونوسيا والذين تقطعت بهم السبل قبلة سواحل الارخبيلة حيث قام السكان المحليون بمساعدتهم بعد رفض السلطات منحهم مأوى بسبب خوفهم من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث قام الصيادون هذا الاسبوع بمساعدة 94 شخصا بينهم 30 طفلا من اقلية الروهينغا اشتركوا في القناة